قوله تعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ نعم، هذا رجل عالم من بني إسرائيل الذي آتيناه آياتنا عالم من بني إسرائيل وكان مُجاب الدعوة لأنه عرف الاسم الأعظم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب فكان عابداً وكان عالماً وكان مُجاب الدعوة يُقال له بُلعام بُلعام بن باعورة فلما غزى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل الغزى وبيت المقدس يليدون فتحه واستعادته من أيدي المشركين من الكنعانيين والعماليق جاءوا إلى بُلعام جاء اليهود أو جاء العدو الذين غزاهم موسى جاءوا إلى بُلعام هذا العالم خشوا من المسلمين خشوا من موسى عليه السلام جاءوا إلى بُلعام وطلبوا منه أن يدعو الله على موسى وعلى المسلمين طلبوا منه لأنه مُجاب الدعوة فأبى في الأول تلكَّى وأبى ثم ألحه عليه ألحه عليه أو يمكن أعطاه شيء من المال فعند ذلك دعا على موسى فالله جل وعلا أخزاه وسلب منه النعمة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها يعني بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض ما يريد الرفع والعزة أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكلب دائما يلهث سواء كان بظلال ولا بالشمس ولا يركض ولا واقف يلهث فشبَّه الله هذا الرجل بالكلب والعياذ بالله أخس الحيوانات مع أنه كان عالما وكان لكن لما أنه إن سلخ من آيات الله سلخه الله عز وجل سلخ من آياتنا وأطاع المشركين ودعا على أولياء الله عاقبه الله عاقبه الله عاقبه الله فهذا دليل على أن من أطاع الكفار وساعدهم وأعانهم على المسلمين أنه مثل بلعام مثل بلعام بن باعورة إن سلخ من آيات الله نعم شكرا